إنه الطين التراب سماته صفة القوام وسر صنعته المهاب ولأجل هذا الطين قد جمعت على الأرض الذئاب بظل غابات الحراب وسره في الماء سر ليونة السر المخضب بالسحاب الماء فاحتحة الحياة وروحها في أرضنا الأولى ماء إلى حصان العرب تحت هذا العنوان نظمت سلطة المياه فعالية ثقافية في قصر رمالة ثقافية تضمنت عرضا فنيا تم إنتاجه بهدف توظيف الفن كلغة مشتركة لإرسال رسائل المياه العربية وحقوق المياه العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص إلى العالم حيث يعكس الأبريت الذي أداه مستقيون ومغنون وراقصون محترفون تحديات المياه في فلسطين والعالم العربي ذلك العرض الفني يأتي لمناسبة إطلاق أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي سيعقط في القاهرة تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشر وتعزيزا للجهود العربية في التعاون والتنصيق لتحقيق الأمن المائي الذي يمثل أساس الحياة والتنمية والسلام في المنطقة العربية هذا المؤتمر بالنسبة لنا مهم من أجل أن نبرز قضايا العربي وهو يحتاج إلى جهد عربي مشترك وتنسيق عربي واحد من أجل أن يكون هناك مشهد مكتمل في الجغرافيا في الديمغرافيا في المياه وهو جزء أساسي في أمن القوم العربي اليوم من هون من فلسطين نعلن عن انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للمياه آملا أن يكون الحضور العربي مرة أخرى جسديا وليس نظريا وليس فيرتوال أو عبر الأدوات التواصل التكنولوجي اليوم آملا أن يكون المؤتمر القادم في القدس عاصمة دولة فلسطين ونحن على العهد من أجل أن نبقى أوفياء لثوابتنا وأهمها حقنا في الحياة حقنا في الدولة حقنا في المياه حقنا في القدس حقنا في المقدسات ويهدف المؤتمر العربي للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين بالشراكة مع جامعة الدول العربية وشبكة خبراء المياه العربية إلى رفع الوعي بشأن تحديات ندرة المياه في الدول العربية وانعكاساتها على خدمات المياه والصرف الصحي ومدى تأثرها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وخاصة كطاع المياه في فلسطين الذي يواجه التحدي الأكبر ألا وهو الاحتلال إن انعقاد هذا المؤتمر يعتبر حدثا إقليميا هاما لتسليط الضوء على الوضع المائي العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص برغم من خلال استعراض الإنجازات الاستراتيجية التي استطعنا تحقيقها في قطاع المياه برغم من التحديات والعراقيل التي يواجهها هذا القطاع والمتمثل بشكل رئيسي في الاحتلال الإسرائيلي الذي كان وما زال يمثل التحدي الأول لعملية التطوير والبناء في فلسطين وإمعانه في سرقة الحقوق المائية العربية والفلسطينية مما ينعكس سلبا على الحياة والتنمية والسلام تعد الدول العربية من بين أكثر الدول معاناتنا للشح المياه في العالم إذ تواجه تحديات ومخاطر كبيرة تهدد استدامة مواردها المائية بسبب زيادة الطلب والنمو السكان المرتفع وتدعيات جائحة كورونا إلى جانب تأثيرات التغير المناخية والأطماع الإسرائيلية بالمياه العربية تنظم دولة فلسطين من خلال شبكة خبراء المياه العربية وتحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس المؤتمر العربي الرابع للمياه في جامعة الدول العربية بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني متخذة من هذا اليوم فرصة للتسليط الضوء على معاناة شعبنا مما يواجهه من سلب للحقوق المائية من قبل الاحتلال وكذلك للتأكيد على التمسك بأبسط حقوقنا المشروعة فالنتينا أبو حامد تلفزيون فلسطين